لمتابعة آخر تطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية تنضم إلينا من موسكو مفاداتنا مونة أبو دياب معك مونة ما هي آخر التطورات والمواقف الروسية المتعلقة بهذه الأزمة نعم يشاء صباح الخير بالتأكيد الخبر الرقم واحد هو الخبر المتعلق بالمفاوضات التي من المتوقع كما تم الإعلان ستبدأ بعد نحو نصف ساعة صدقت الأطراف المعلنة عن الخبر ولكن السؤال المطروح هنا اليوم بقوة ما هو المتوقع من هذه المفاوضات كان هناك دائما تأكيد رسمي خلال الأيام السابقة على أن المفاوضات عبر الفيديو لم تنقطع ولم يكن أحد يعلن عنها ولكن حين تم الإعلان عن استئناف المفاوضات كانت هناك توقع بأن الجولة المقبلة ستكون وجها لوجها لأن كان هناك وعود بتقدم إيجابي واحتمال توافق الطرفين على حزمة من الأوراق وحزمة من البنود التي ستطوض على الطاولة لتوقيع المبدئي ولكن الجولة كما تم الإعلان ستتعقب عبر الفيديو إذن لن يكون هناك أوراق للتوقيع هذه ربما يمكن قراءتها كإشارة سلبية لأن اليوم لن يكون هناك اتفاقات ربما والشرط الثاني الذي أعلنته كييف على لسان الوفد الأوكراني كما تم الإعلان أن كييف ستصر على انتزاع قبول موسكو لقمة ثنائية بين بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي وفي ذلك ربما بند لن يروق للجانب الروسي لأن روسيا تصر أن قبل انعقاد أي قمة مماثلة ثنائية بين بوتين ونظيره زيلينسكي من المفترض أن ينتهي الوفدان من كل الاتفاق على كل البنود وأن بوتين لن يجلس مع زيلينسكي إلا قبل انتهاء التوافق على كل البنود التي تطالبها موسكو وشروط موسكو واضحة وهي لا تتنازل عنها ويبدو أن هذه الجولة تبدأ مع فجوة كبيرة على ما يبدو مع كل التصريحات المتفائلة التي كانت بالأمس لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يجب على الطرفين أن يقوموا بها قبل التوافق المنشود على المستوى الميداني حتى الآن قبل قليل صدرت نشرة وزارة الدفاع الروسية الصباحية في موعدها المعتاد لا أخبار صائقة كأخبار الذي قد بدأ به صباح الأمس باستهداف القاعدة في محيط الفوف اليوم نشرت وزارة الدفاع الروسية في تقليد بات شبه يومي للخريطة الاتساع سيطرت القوات الروسية في إقليم دونباس في الشرق تحدثت عن استهداف أربع طائرات مقاتلة وعن مزيد من الهداف السراتيجية التابعة للقوات الأوكرانية وتبقى ماريوبل بتأكيد من كل الأطراف هي النقطة الساخنة الأكثر سخونة على ساحة الأوكرانية منذ أيام التحذير من كارثة الإنسانية وتوقعات بمعركة حاسمة قد تبدأها القوات الروسية للسيطرة على ماريوبل كان هناك خبر قبل قليل من قبل قوات دونيسك اتهمت القوات الأوكرانية بقصف أحد المناجم في الإقليم وقالت أن هناك أكثر من 80 شخصا تحت الأنقاض بسبب قصف القوات الأوكرانية لذلك المنجم اليوم لا يزال في بدايته كما ذكرت الأنظار تتجه إلى المفاوضات التي سوف تلتأم عبر الفيديو وفي ذلك ربما تقديسا للتوقعات التي كانت معاولة عليها أن تأتي بالمزيد ولكن لننتظر نصف ساعة وسوف تبدأ المفاوضات لنرى ماذا سوف يأتي به هذا اليوم